المصائب لا تأتي فرادا على إيران ونظامها الحاكم فبجانب الأزمات الداخلية المتمثلة بالرفض الشعبي لسياسات النظام الإيراني يواجه هذا النظام عقوبات اقتصادية لا تزال مستمرة منذ انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي مع إيران الخارجية الأمريكية أكدت من جديد أن واشنطن ملتزمة بالتصدي لما سمته السلوك الإيراني الشرير في المنطقة عبر تحجيم ميليشيات طهران في العراق وسوريا واليمن ولبنان اذ ترى إدارة ترامب أن وجود إيران في سوريا لم يعد له مبرر ونعمل على تحجيم الحوثيين في اليمن وحزب الله في سوريا ولبنان آخر ما اتخذته الإدارة الأمريكية من إجراءات عقابية ضد نظام طهران هو قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على وكيل مبيعات شركة الطيران الإيرانية ماهان إير في ماليزيا العقوبات الأمريكية الجديدة تأتي وسط ترقب إيراني لبدء دخول العقوبات ضد القطاع المالي الإيراني حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة وهو ما يقلق النظام الحاكم بسبب نفاد الأموال وعلى الصعيد المحلي يتهم رئيس مجلس بلدية طهران محسن هاشمي الحرس الثوري الإيراني بتورط الأخير في قضايا فساد مالي وتخلف في تراخيص البناء في العاصمة الإيرانية وبحسب هاشمي فإن نحو 26 ألف قضية فساد في قطاع البناء على مساحة خمسة ملايين متر مربع سجلت بين عامي 2015 و2016 رئيس مجلس بلدية طهران تحدث أيضا عن تورط سلفه محمد باقر قالباف مع مسؤولين بارزين في الحرس الثوري في قضايا فساد بأكثر من عشرة تريليونات ريال إيراني ما يجري على الساحة الإيرانية من احتجاجات شعبية وعقوبات دولية يلخصه رئيس إيران الأسبق محمد خاتبي بالقول إن استشراء الفساد والفقر والسياسة التمييز عوامل أعادت إيران مئة عام إلى الوراء فالعدالة والديمقراطية تلاشت في هذا البلد وهو ما ينذر بسقوط النظام في نهاية المطاف